المتابع لما يجري من أحداث في الدول العربية لا يجد أرخص من كرامة الشعوب العربية التي تسحق وتداس من قبل الأنظمة الحاكمة التي تتفنن في الاعتقالات التعسفية والتعذيب وسفك الدماء والأسوأ من ذلك أن تلك الانتهاكات الصارخة ترتكب ضد الشعوب باسم الدين تارة وباسم الوطنية والقومية العربية تارة أخرى في مشهد يكرس للديكتاتورية والاستبداد لقد بات واضحاً وفي أكثر من بلد عربي أن قوس الديمقراطية الذي انفتح بضغط الربيع العربي قد أغلق فها هي الأنظمة تمارس القمع ضد التظاهرات السلمية وتكميم أفواه الصحافة وتهميش شرائح كبيرة من المجتمع وإلغاء كل منافس أو مزاحم حتى أصبح ربيع الشعوب درساً موجعاً بالنسبة للأنظمة المستبدة اليوم حين تخرج الشعوب إلى الشارع للمطالبة برحيل الأنظمة الاستبدادية فإنها غالباً ما توصم بختم العمالة فإن عقلية تلك الأنظمة لا تستطيع أن تصدق أن الشعوب يمكن أن تتجرأ على طلب حريتها وحقها في الحياة الكريمة لذلك فإن أي تحرك حتى لو كان مجرد مظاهرة لا بد أن يكون الأعداء خلفها حسب فهمهم بالمقابل فإن الشعوب العربية لا تملك خيارات كثيرة فإما أن تقبل بالاستبداد والفساد وإما أن تموت وغالباً على يد الجيوش التي ظنوا أنها موجودة لحمايتهم كان حرياً بأنظمة الدول العربية إبان ربيع الشعوب أن تعي الدرس وتخفف من سطوتها المطلقة وأن تدرك أن قوتها في قوة المجتمع لا في إضعافه وتمريغ كرامته وأن الممارسات التغولية هذه تصنع نهايتها وتعمق الهوة بينها وبين الشعوب التي لا تنسى قبضة المستبد مهما أمعن تعريباً وقهراً ما دامت تعشق الحياة بحرية وكرامة ترجمة نانسي قنقر